موسيقى خلال العقود الماضية وبعد الثورة الصناعية كانت معظم المصانع البحرية العسكرية تصنع السفن من الفولاذ والحديد الصلب لكن بعد تطور الكبير في المجال الإلكتروني والتصميم الكمبيوتري أثر تأثيرا كبيرا على طريقة تصميم السفن الحربية فالأجهزة الألكترونية ورادارات ونظم الأسلحة والبحث والرصد كانت في بداياتها خاصة بعد الحرب العالمية الثانية كبيرة الحجم وتأخذ مساحة واسعة من السفن وبسبب الطلب الكبير على هذه الأجهزة بعد تطورها في الأربعينيات والخمسينيات وما بعدها احتاج مصمم السفن مساحة واسعة لضمان حمل هذه الأجهزة وبالأخص الرادارات والهوائيات يجب أن توضع في أماكن مخصصة كي تقوم بالبحث والتنصط وإرسال الإشارة واستلامها فلا يمكن أن توضع في أي مكان آخر على متن السفينة إلا بعض الأمكنة المحددة إضافة إلى ذلك فالذبذبات والموجات التي تبثها الرادارات القوية وللمدايات الكبيرة احتاجت إلى ترتيبات لحماية صحة الطواقم ومساحات واسعة لوضع العوازل الصوتية والعوازل الراديوية ولهذا السبب أصبحت السفن تصنع بمركز ثقل عال جداً وهذا أثر على ثبات السفن في البحار مما حتم على المصممين أن يحلوا هذه المعضلة ولهذا السبب توجهت البحرية الأمريكية مثلاً إلى بناء هياكل ألمنيوم لسفن ضخمة لتقليل الوزن خاصة محطات الأسلحة والأنظمة والرادارات في وسط السفينة وفوق الهيكل الأساسي أو الهل وهو أساس السفينة المصنوع من الفولاذ لتخفيف مركز الثقل على السفينة وعلى الرغم من التحذيرات العديدة بدأت المصانع الأمريكية بتصميم سفناً ضخمة بهياكل أساس من الفولاذ أما الموجلز أو هياكل الأنظمة والمرافق الأخرى على السطح فقط صنعت من الألمنيوم ولكن هذا القرار أصبح كارثة تكنولوجية فيما بعد فقد احتاجت إلى تعديل وتصحيح بسبب العديد من الكوارث وأول هذه الكوارث في نوفمبر عام 1975 حينها اصطدمت سفينة USS Belnab مع حاملة الطائرات USS John F. Kennedy قتل حينها ثمانية بحار فالهيكل العلوي الذي صنع من الألمنيوم احترق بالكامل خلال ساعتين ونصف الساعة فقط وعلى رغم من أن الألمنيوم لا يحترق بسرعة إلا أن درجة صهاره هي 640 درجة مئوية فقط مقارنة بـ 1450 درجة مئوية للستيل أو الفولاذ والأكثر من ذلك فالألمنيوم يبدأ بفقدان خواصه الهيكلية بدرجة حرارة 150 درجة مئوية ولهذا السبب لم يكن مستوربا أن يذوب سطح الطراد أو الكروزر المصنوع من الألمنيوم وبعد عامين حصلت مشكلة مشابهة مع البحرية الملكية البريطانية فالتايب 21 فريغيت أو فرقاطة طراز 21 والتي استخدم في صنعها الحيكل العلوي من الألمنيوم لتخفيف وزن الأنظمة على الهيكل الفولاذي السفلي حينها تسرب الوقود الذي أدى إلى حريق في فرقاطة أمازون في غرفة المحركات الحريق غير من هيكلية السلالم وهذا الأمر منع رجال الحريق من الوصول إلى مناطق الحريق بالسرعة الممكنة وبعد هذه الحادثة عادت البحرية الملكية البريطانية إلى صناعة الهيكل العليا ومنظومات الأسلحة والرادارات والأبراج من الفولاذ وبعدها بسنوات في حرب الفوكلاند عام 1982 خسرت بريطانيا سفينتين من طراز 21 بالكامل بسبب الحريق الذي أتى على الهيكل الفولاذية فخسارة سفينتي HMS Audent و HMS Antelope لم تحصل بسبب الحريق بصورة أساسية فمثلا عدنت هجمت من قبل الطائرات الأجنتينية وتم تعطيل الأسلحة على متنها والمحركات فأتى الحريق على السفينة بالكامل وهذا اضطر البحارة إلى التخلي عنها أما سفينة Antelope فقد تحملت الضربات المتعددة إلا أن قنبلة بوزن 428 كيلوراما لم تنفجر داخلها هنا حاول الطاقم تفجير الصعر كي لا تنفجر القنبلة إلا أن نتيجة أن هذا التفجير فعل القذيفة الأساسية والتي فجرت السفينة قبل الانفجار الكبير الذي قسم السفينة إلى نصفين تركها الجنود وكانت نالك شاعات أن أجمس شافيلد أيضا أعطبت واحترقت بسبب هيكل الألمنيوم العلوي للسفينة لكن هذه الفرضية غير صحيحة لأن السفينة صنعت بالكامل من الفولاذ دمرت هذه السفينة الفولاذية البريطانية بصاروخ فرنسي من طراز أجزوزات فخلال حرب الفوكلاند دمرت 11 سفينة بريطانية ثلاثة منها فقط صنع السوبرستركتر أو الهياكل العلوية من الألمنيوم ولربما هذا يعني أيضا أن صناعة السفينة من الصلب أو الفولاذ أو الألمنيوم لا يهم اليوم فالأسلاحة المضادة للسفن أصبحت من القوة لا يهم بعدها نوعية الهياكل التي صنعت منها السفن ولهذا السبب عادت بعض القوى البحرية إلى صناعة السفن من الألمنيوم البحرية الأمريكية في عام 1987 أعلنت أنها ستصنع سفنها من طراز الأرلي بيك من الاستيل أو الفولاذ بشكل كامل في المقابل صناعة الألمنيوم والشركات المنتجة للمعدن استاءت جدا من هذا القرار وأطلقوا ألقابا منتقدين السفينة الجديدة من أنها بدينة وقصيرة ولن تستطيع أن تؤدي المهام بسرعة ردت البحرية الأمريكية بأن سفنها كل 260 حينها المصنوعة هيكلها السوبرستركترز من الألمنيوم حصل فيها شقوق وتفطر يقول الخبراء الأسباب عديدة فليس من السهل إضافة وتركيب الهيكل العلوي من الألمنيوم على أساس السفينة الفولاذي فبعض هذه الأسباب من اختلاف درجة صهار الحديد والألمنيوم إضافة إلى اختلاف معامل التمدد والتقلص بين المادتين يقول الخبراء جمع المادتين ليس مستحيلا من خلال ما يطلق عليه الفريكشن والدينج أو اللحام الاحتكاكي تبين بعد الاختبارات أن الصدى يبدأ بسرعة خاصة عند نقاط التقاء اللحام بين معدنين مختلفين إضافة إلى أن الستيل أو الفولاذ أكثر مقاومة للسترس أو الإجهاد فعند البحار تتعرض السفن إلى الكثير من الإجهاد ويتغير هيكل السفينة بالصعود والهبوط عند قطع الأمواج حينها يتمدد ويتقلص الفولاذ ويستطع أن يتحمل هذه العملية وتكرارها إلا أن الألمنيوم ليست لدي هذه الليونة فيحدث الفطر في الهياكل فكل السفن التي صنعت فيها السوبرستركترز من الألمنيوم تعرضت لمشاكل عديدة كسفن التيكندروغا وهذا اضطر البحرية إلى معالجة الخلل وكلفها ما يقرب من نصف مليون دولار لكل سفينة في الثمانينيات من القرن الماضي صناعة الألمنيوم في الولايات المتحدة عادت مرة أخرى بالقول إن الفطور والتشققات والصدى هو بسبب التصميم وليس المادة المستخدمة يقول بعض الخبراء لربما صناعة الألمنيوم في الولايات المتحدة لها بعض الحق وليس كل الحق في ادعاءتها فمثلا سفن التيكندروغا صممت بوضع السوبرستركترز أو البرج مع الجزء العلوي بالأجهزة والأنظمة الكبيرة على هيكل السوفن الستون كلاس الصغيرة وذلك لتقليل النفقات وفي عام 1985 توصلت لجنة تقصي في البحرية الأمريكية إلى أن السوبرستركترز التي صنعت من الألمنيوم معارضة للحريق والتدمير بشكل سريع وفقدان خاصية المقاومة بدرجات حرارة مخفضة توصلت اللجنة إلى أن كل أبراج السفن والمعدات التي توضع على الهياكل الأساسية يجب أن تصنع من الستيل أو الفولاذ ولهذا السبب كان على عاتق المهندسين إعادة تصميم سفن التيكوندروغا ووضع كافة النظم في هياكل من الفولاذ وخاصة النظم الأيجيس القتالية المعضلة هي كيف يتم تصغير هذا النظام كي لا تصبح ثقيلة على الهيكل الأساسي للسفن ودون التأثير على الأحجام ولكن في عام 2000 ألغت الحكومة الأمريكية قرار لجنة المراجعة بوجوب صناعة السوبرستركترز من الفولاذ وهذا أثر على تصميم طراز سفن القتال الساحلية الجديدة ال-LCS Class وهي تأتي بنسختين ال-Independent Class والFreedom Class سفينة ال-LCS 1 الخطط لصناعة السوبرستركترز فيها من الألمنيوم والهيكل الأساسي من الفولاذ بينما سفينة ال-LCS 2 فقد خطط لصناعتها بالكامل من الألمنيوم هنا يتساءل البعض لماذا تتم صناعة هذا الطراز من السفن من الألمنيوم بالكامل خاصة عندما اتضح أن هناك مشاكل مع هذا المعدن في صناعة السفن الجواب هو أن سفن ال-LCS 1 وال-LCS 2 مصنفتان في تقييم الصمود في المستوى الأول بلوس وهي سفن تعتبر expandable أي أنها سفن قابلة للتغيير أو الاستبدال ففي البحرية الأمريكية هناك ثلاثة مستويات من الصمود المستوى الأول هو مستوى منخفض من الصمود وهذا يتعلق بسفن الإمداد وسفن كاسحات الألغام وسفن الدوريات المستوى الثاني مستوى متوسط من الصمود أو ما يطلق عليه survivability مثل الفرقاطات وسفن الإنزال البرمائي أما المستوى الثالث فهو المستوى العالي مثل الطرادات والمدمرات وحاملات الطائرات ومستوى وان بلوس يتعلق بالسفن التي تحتاج إلى السرعة والحساسات والمجسات لتفادي أن يتم استهدافها بالضربات المدفعية أو الصاروخية وحتى الجوية وإذا ما استهدفت هذه السفن فستقوم بمناورة للانسحاب أو حتى يتم ترك السفينة وانتقال الطاقم إلى سفن أخرى هنا يقول الخبراء بعد التطور الأخير في الصواريخ المضادة للسفن قد لا يهم مستوى الصمود القديم للسفن أو سرعة السفن فالصواريخ ستصيب هذه السفن وبقوة كبيرة بسبب المدايات العالية إضافة إلى الرصد عبر الأقمار الصناعية والرادارات الموجودة في رؤوس الصواريخ المتطورة فمثلا سفينة الـ HSV Swift المصنوعة من الألمنيوم أطلق عليها صاروخا صينيا كما يعتقد العديد من المراقبين من نوع C802 ويدعي البعض الآخر أن السفينة دمرت بإطلاق أربعة صواريخ محمولة على الكتف وعلى الرغم من هذه الخسارة يقول البعض إن هناك مميزات للألمنيوم وهي الكثافة فكثافة الألمنيوم هي ثلث كثافة الفولاذ وهذا يعني إزاحة صغيرة ومحركات أصغر وهذا يعني المزيد من المساحة للمزيد من المعدات مثل الأسلحة والمجسات والرادارات واستنادا لشركة أوستل التي تبني السفن بهياكل الألمنيوم فسفينة الألمنيوم بطول 56 مترا ينخفض فيها استهلاك الوقود مقارنة بسفن الفولاذ سنويا بمقدار 21% والألمنيوم أيضا آيروم وماغنط مما يخفض أخطار التعرض للألغام البحرية والفائدة الأخرى أن الألمنيوم لا يصدع كما يصدع الصلب ولذلك في المناطق المعرضة للهواء تقوم طبقة أكسيد الألمنيوم بتغطية الجزء المكشوف وتحميه من التأكل ولذلك سفن الألمنيوم لا تحتاج إلى أن تطلع فوق سطح الماء وهذا يقلل من نفقات الإدامة ومع ذلك يتساءل البعض خاصة في صناعة السفن من الفولاذ ماذا عن الصداء الكالفيني أو ما يطلق عليه كالفانيك كوروجين يقول ضباط البحرية الأمريكية لقد تعلمت صناعة الكثير من الدروس عن طريق استخدام الألمنيوم على هياكل الحديد منذ ما يقرب من عقدين هنا يعود المشككون بالقول إن سفن الاندبندنت الجديدة اتضح أن هناك صداء كبير كالفيني أو كالفانيك كوروجين حصل قرب مضخات الماء في نهاية السفينة المشكلة حصلت في المناطق التي يتصل فيها الهيكل من الألمنيوم بالمضخات والمراوح المصنوعة من الفولاذ فالماء أصبح كواسطة الألكترولايت أو عملية الألكتروليسيز فشركة أوستل التي صنعت السفينة من الألمنيوم أصرت على أن هذا الصداء حصل ليس بسبب التصميم ولكن بسبب سوء الإدامة في البحرية الأمريكية فرئيس الشركة أوستل قال إن شركته صنعت 200 سفينة من الألمنيوم ولم تعاني أي منها من هذه المشاكل وعلى الأغلب فالبحرية الأمريكية لم تقم بعملية إدامة صحيحة للسفن في المقابل يقول الخبراء لربما ما يقول رئيس شركة أوستل صحيحاً فسفن الاستطلاع للنقل أو الإكسبيديشنوري ترانسبورت التي صنعتها من طراز الإي بي أس لم تعاني من الصداء الكالفيني وفي نوفمبر من عام 2021 تم إصلاح هذا العطب بإضافة نظام الكاثود الكهربائي وبطلاء غد الصداء يقول الخبراء مع ذلك يبقى الفلاذ أفضل بسبب درجة حرارة الانصهار العالية هنا يعود آخرون يقولون من الممكن تقوية مقاومة درجات الحرارة تماماً كما يحصلون مع الـ Space Shuttle التي خرجت من الخدمة فالسفينة الفضائية مصنوعة من الألمنيوم بالكامل ويتمر بدرجات حرارة تصل إلى 1600 درجة مئوية ولذا تم اتضافة صفائح من السيراميك لحماية الهيكل من الانصهار بالدرجات العالية عند دخول الغلاف الجوي وبالنسبة لسفن الاندبندنس الحديثة أو الاستقلال تستخدم السيراميك وعمليات التبريد بنفس الماء في الأماكن الرئيسية فقط هنا يقول مهندس أوستل إن الحرائق الداخلية من الصعب أن تنتشر داخل السفينة بسبب التدابير الكبيرة المضادة لكن هذه التبريرات لن تجيب عن ماذا سيحصل إذا ضربت السفينة من الخارج بصاروخ أو لغم ومع ذلك يقول المهندسون من الممكن أن يتغلبوا على صعاب صناعة السفن من الألمنيوم والتشقوقات من خلال التصاميم المبتكرة ومهارة صناع السفن ذو الخبرة العالية في المقابل بالنسبة لسفينة الفريدم كلاس ذات الهيكل الأساسي من الفولاذ والسوبرستركتشر في الأعلى من الألمنيوم اتضح أن أكبر الفطور والشقوق حصلت في الجزء السفلي من السفينة الفولاذي فقد تراوحت التشقوقات بين ثلاثة وستة إنشات تحت سطح الماء تقول شركة أوستل للتأكد من صلاحية الألمنيوم لصناعة السفن من الممكن النظر إلى سفن الدوريات الساحلية من طراز الهاملتون كلاس كاترز فهي في الخدمة منذ أربعين عاماً وي مصنوعة بالكامل من الألمنيوم لكن في المقابل هذه السفن لم تدخل حروباً واستهدافاً صاروخياً أو عمليات عسكرية مكثفة وكل الكاترز ما تزال في الخدمة اليوم مع بعض التشقوقات الصغيرة التي لحظت تمت معالجتها وبنفس الوقت هناك سفن دوريات من طراز الليجن كلاس مصنوعة بالكامل من الفولاذ وفي عام 2016 قامت البحرية الأمريكية باختبارات الصدمة على طرازي السفن من نوع الفريدم والإنديبندنس كلاس ونجحت السفينتين في الاختبارات بشكل كبير ولكن بنفس الوقت يقول مطلعون على الاختبارات إن هناك بعض الملاحظات المهمة والخطيرة واعتبرت سرية ولم تفصح عنها البحرية الأمريكية حول أثار الصدمات الانفجارية على هياكل هذه السفن وتسربت أخبار أن البحرية الأمريكية ألغت أحد الاختبارات على السفن لأنها اعتبرت خطرة جداً أما الروس فمؤخراً أدخلوا في رقاطة الكوشكوف كلاس في الخدمة فقد صنع السوبرستركترز العلوي من مواد مركبة كالكاربون فايبر يقول الروس إن الكاربون فايبر يتفوق على الستيل أو الفولاذ من ناحية القوة إلا أن إيلون ماسك صاحب شركة سبيس إكس لا يتفق مع هذه التقديرات الروسية فقد اختبر الكاربون فايبر ثم استخدم الفولاذ في صواريخ الفضائية وأخيراً نتسأل ما هي فائدة النقاش حول صناعة السفن من الألمنيوم أم الفولاذ إذا كانت غواصة ديزل صغيرة كما حصل في التجارب والمناورات السويدية الأمريكية استطعت أن تغرق حاملة طائرات أمريكية بالحرب الافتراضية فصواريخ الحديثة ستدمر كل أنواع السفن الفولاذية أو السفن المصنوعة من الألمنيوم ومع ذلك فسفن الكونستيليشن كلاس الأمريكية أو الفرقطات من هذا الطراز وضيف إلى الهيكل الفولاذي سوبر سراكتشر صنع من الفولاذي أيضاً لحمايتها لكن السؤال الأخير هل هذه التدابير كافية ضد الصواريخ الحديثة المضادة للسفن خاصة عندما يتم استهداف السفن بصواريخ متعددة ومن جهات مختلفة كما حصل لسفينة موسكاو الروسية الثقيلة موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة